والعلمانية تعني التسامح مع المعتقدات كافة من قبل الدولة والدولة تقف على المسافة نفسها تجاه الأديان كافة والمعتقدات كافة هل هذا مخالف للإسلام؟ أما كونه يأتي بمنهج علماني يسنع عليه أو يطمئن الناس تجاهه فهذا قول مرفوض من أردغان ومن غير أردغان نشهد الله على كفرنا بالعلمانية وأنصح هذا الرجل بالتوبة إلى الله مما ذكره من فطيات كلامه من سنائنا على العلمانية أنصحه بالتوبة والرجوع إلى الله وأن لا يتكلم في الدين إلا بما يتقنه ونحن نشهد الله أن العلمانية شرعة كافرة ونبرأ إلى الله عز وجل من هذه الشرعة شرعة العلمانية